أنا عشان أتكلم على علي شحاتة بتكلم افتكرت أن علي شحاتة كان جاي لنا مع الناس اللي هي بتخلص من قطاع الناشئين في نادي الأهلي طبعا جالنا مجموعة كبيرة جدا من الناشئين كان منهم علي شحاتة كان منهم الله يرحمه علي عبد العزيز كان منهم علي علي زيور كان جمال عبد الرقوف وكان محمد حشيش وجالنا بعد كده جمال عبد العظيم فهي مجموعة كبيرة جات لنا من نادي الأهلي لأن احنا كنا يعني إلى حد ما أنا مش هقول فيه توقامة لا يعني فيه تقارب بيننا وبين نادي الأهلي طبعا احنا لما صعدنا من درجة تالتة للتانية للأولى أول سنة لعبنا فيها في الدور الدور الممتاز كانت على ملعب نادي الأهلي طبعا علي شحاتة أتذكر له أن احنا أول ما قابلته طبعا كنا في الاصطراحة اللي تحت في نادي المقاولين العرب وليت واحد قاعد كده على جنب بعدين بقوله تعالى يا ابني هو بالنسبة لي كان صغير يعني بقوله تعالى يا ابني انت قاعد كده ليه قال أنا أنا جايب من نادي الأهلي وقلت له طب تعالى وهو يقول كده كمان أول واحد استقبلني كان كابتن الفريق سعيد الشاشيني فطبعا قلت له تعالى وعرفته باللعيبة وبتاعه وشلت من عنده الرهبة دي عالي شحاتة من الناس المحترمة جدا المؤدبة جدا المثقفة جدا أنا مش بتكلم عليه عشان هو في البرنامج بالعكس أنا بتكلم على فترة كنا تعيشنا فيها نعالي شحاتة وقاليل جدا لما تلاقي واحد مثقف دكتور يعني قليل قوي عدد الدكاترة في الفرق لأن دي بتحتاج بتحتاج تفرق كامل للدراسة إنما ما شاء الله كان بيوفق بين الدراسة والكورة الحمد لله كل اللي كانوا بيلعبوا معايا لأن بيتطلب المركز ده إن لما بيتقدم لازم حد بيغطي مكانه فطبعا عالي شحاتة كان بيكمل ويعمل الأفرات العرضية كان مميز فيها جدا فعشان كده اتخذ في منطقة بمصر حتى اللي مكانه كمان كان فيه الدكتور منتحة مصطفى الله رحمه كل اللي كانوا بيلعبوا بكات رايت في المقاوين العرب كان دكتور خالد عصمت دكتور عالي شحاتة دكتور مطحة مصطفى والله إحنا يعني إحنا كنا 11 واحد والحد وقتنا هذا الناس بتسميهم الجيل الزهبي للمقاولين العرب لأن إحنا في الفترة دي حققنا البطولات كلها يعني على سبيل المثال أنا طلعت من الدرجة التالتة للتانية للأولى للأولى الممتاز وجيه بقى علي لعيبة كتير فطبعا كانت الناس عارفة إن كل اللعبة دي مميزة طبعا إحنا بعد ما بطلنا طلع ناس مجموعة كبيرة زي ما أنا قلت برضو خالد عصمت تولى الموضوع بعد علي شحاتة كان في مجموعة تانية برضو كان بتكمل إنما يعني ما كملتش زي الجيل اللي هو الجيل الدهب اللي حقق بطولات للنادي المقاولين العرب يعني إحنا كنا 11 واحد و11 واحد كانوا مميزين إيه حكاية كل الدكاترة بلعبوا في البكرايت إيه فيه هناك عيادة أو إيه هو أنا بحييك كابتن سعيد طبعا وبقول له الحمد لله إن الواحد شافك طيب وإن شاء الله تكون إنت وغسرتك وحبايبك كلكم أنت على التصال بي لا والله يا كابتن أنا باي كل المجموعة لا النمر كلها ما عادتش معايا يعني كان حصل مشكلة في التليفون فما بقيتش يعني على التصال بي طي بس هو يعني هو سعيد الله يدي له الصحة من الناس اللي روحت فعلا أخ أكبر وهو كان كابتن التيم هو كابتن مصطفى مجد مصطفى أي ودولت يعني فعلا حسسوني بعدم الغربة خصوصا كابتن مجد مصطفى كان برضو قاعد فروض الفرج معايا بس موضوع الدكاترة ده يحضرني برضو صدفة غريبة موقف جميل كنا بنلاعب الزمالك في الزمالك ماتش ودي في نادي الزمالك أيوة وكابتن بدأ عفتاح الله يرحمه كان هو المدر نعم وبعدين عالش حتى دكتور علي مين متحط مصطفى الله يرحمه دكتور عشتمال وأدهم اللي لعب نهاية كاسم مصر أيوة أدهم كان طبيب برضو بس ما كاملش استوبر تلاتة دكتر مين اللي وراهم اللي بروا جمال سالب فبين الطايمين كل كلام والتوجيه على جمال يا جمال ظبط مش اتكلم ايه بيبدأ اعمل بلعب اخر واحد في الملعة فانبصص للكابتن بدأ وكده قال له الله جري يا كابتن بدأ هو انت اكملنهم كلهم دكترة وانا التمارج اللي فيه تلاتة مش عاول تتكلمني عمال تتكلمني الوحد هو انا اكملني التمارج اللي فيه طبعا الكابتن بدأ صاب قط اللبس ده مخفيفة اهو جمال سالي صاب قط اللبس وتلاتة وكدر دي اشفك لا اهو جمال بقى ما اقولها بطريقة اه اه